بريقة موجودة. اه اول يوم تيجي. مين منكم محاضر ولا مرة دورة? قضرين? دورة كاملة? اول مرة اليوم? اه دورة يعني هاي الثاني يوم تيجي لهون. باقي. قضرين. عطول هيك مبتسمين? نحكي بصراحة عطول مبسوطين هيك سعادة? ها حتى لو صوتي رايح مثلا مو صوتي يعني اذا صوتي رايح ما فيش ليش هيك صوتي رايح? ليش مو مبسوط? ليش هيك يا الله عامل فيني ها? من لوم الاخرين دوري ها? دايما مبسوط? فلننكون صارحين مع حالا. دايما سعادة? لو شو ما صار بالدنيا دايما سعادة? يعني اذا حدا مرض مثلا صارت مشكلة بالعالم. مو معناته انه انت اذا ضليتك سعيد معناته هذا مو جيد للاخرين. بس اذا قعد تبكي شو بتفيد الاخرين? بتجيب قلم بزيادة بالعالم. مش هو الحل المفيد. بس اهل حالك شوي. هل انت سعيد دائما? بصدق بينك وبين حالك. انه احلى شي يكون صادق بينه وبين حالك. نعم? معظم الاوقات. حلو. دايما ناجح بكل مهمي. دايما ناجح بحياتي. بعائلتي. بزحمة المواصلات. وقفتم نص الشارع. ليش هيكي? ولماذا? وإلى آخره? او بعض المرات بتحلم بعالم يكون كله جميل. ليش هذا العالم ما بيتطبق على ارض الواقع. مبلش اللوم الاخرين. فيهاي لسلي. ولا انتم بعيدين عنها? هيك عطول ويش هيكون مبتسب? ده ما تصحى الصبح مثلا. خلي نام لي بعد شوي. لو اليوم عطلي بدل الشغل. طبعا هي كمبدأ بس عمو مع كل شي بحياتك. وحقيقة انت لما بتجي على هذا المكان او بتعيش هذا الطريق. لازم دائما تكون سعيد. هي حقيقة ان هذا مبدأ بالطريق. اذا عايش حياة الوعي الروحاني اللي عم تاخدوها هون. لازم تكون دائما سعيد. كلمة دائما سعيد بغض النظر اي موقف بيصير. واحد الاساسيات انه ليش لازم تكون سعيد او فقد السعادة هو انه لازم تكون عندي ايمان. نقطة اساسية بالحياة هو موضوع الايمان. حلق بالطريق طالما اغلبكم موجودين سمعين بالطريق انه اني روح مجسد ما. اني عندي ايمان واني روح مجسد ومقتنع. هذا لسه مو ايمان هاي معلومي. الايمان بيجي بالتحليل والقناعة انه اني هذا. وجسده على ارض الواقع. فالموضوع بتحضري. طعم تتعمقوا فيها معا. لانه كل نقطة يبحث ذاتة مجموعة من الدروس. سحطيكم المبدأ. لازم يكون عندي ايمان بحال انه اني روح. ولكن مين اني هالروح? هل بنسميه احترام ذات. شوف حالك بحقيقتك الحقيقية الاصلية انه اني روح كيان ازلي. ابدا ممود. ولا يمكن حدا ينهي وجودي. ولا يمكن يجزئني. ومو بس اني كيان ازلي الوجود. اني اثمن جوهرة موجودة بالخيات. كروح. يعني مثل الالماسي. هيك لازم تطالع حالك باحترام الذات. اني اثمن جوهرة. مو معنة اني اثمن جوهرة. ما حالي يحكي معي. هذا اسم غرور. انا عم بيحكي عن الموضوع المعاكس تماما اللي هو الصح. اول هو الاساس والثاني هو المعاكس. انه اني اساسي روح جوهرة لا تقدر بثمن. ولا احد يشبهني. اني مميز لابعد الحدود. طبعا بالمعنى الروحاني. للنجم الساطع الشفاف. اني مو جسد. بلعب دوري من خلال الجسد. هيك لازم طالع حالي دائما. باحترام الذات اللي منسميها فخر او اعتزاز. هو العكس الغرور. او اني فلان ابن فلان هذا اسمه عكس. عكس النشو الروحاني. هذا اسمه غرور. حتى اني من البلد الفلاني. او اني منصبي كذا. هذا كله اسمه غرور. احترام الذات اني اروح. صافي. كل سعادي. دائما. وبكل الاوقات. وبكل الحالات. انت عيشوا هيك حالي. هيك انت حقيقة. طبعا مش انه تقليلا من شأنك. لا تستغربوا انه بنسبة قليلة من خلال اليوم انك بتعيش هاي الحالي. ما عم بتجسدها. بس لازم جسدها. متل ما اطلع لجوهر جوهر الثميني. كل تركيزك عليها. ما مع بالك اذا انت هي الجوهر الثميني. قديش لازم ركز على حالي. متشي لما بيعجبك ما. طبعا انت طريقة فكهية. تاخد له صورة من كل الانحاء. شي اول مرة بتشوفه. شي هيك تحسه مبدع. انت اعظم ابدع بالحياة. قبل وهلقوا لبعضين. هيك انت. هيك انت. هاي حقيقة ان الطريق هيك هو. انه اني اساسي روح. ازلي الوجود. نور صافي. الحياة موجودي لاني كن دائما سعيدة. مو بس سعيد. وجسد طبيعة الحقيقية. لو طبعا عم تخذوها بالدروس. انه اني اساسي نور صافي دائما ما في عيوب. اساسي سلام دائما. واساسي سعادي. طبعا شو يعني اني دائما سعيد مبتهج هيك. انه ما فيش اسمه لماذا وماذا بالحياة. انه بس لو هذا صار غير هيك شوي. ما في هيك بالحياة. طبعا طبعا الحياة انا عم نعيش باسوأ لحظاتها. رغم انه اسوأ اللحظات هذا الوقت اللي نورك يشعر من جديد. هاي انت هالالماس الصافي هاي. طبعا هالغبر اللي افقدتك جمالك الحقيقي هذا الوقت اللي انشال عنه هذا الغبار. مثل الالماس. جميلي بس مغطاي بغبار. شو الفائدي. طبعا هذا لازم شيل الغبار. هذا اللي كله قيود بحياتي. اللي نسميه واعج جسدي. اللي واحد منهم التكبر مثلا والغرور. جوهاري الصاف انه كله حقيقة. ثاني هذا الغبار هو الزيف. الالماسي هذا هو انها هو الحقيقة. عنه روح. هذا واحد. بعد سبعاتش من نقل بالتأمل نعيش هاي الحالي. الإيمان الثاني هو ايمان بالخالق. قلنا ما شاء الله علينا منحب الخالق بطريقة وباخرى. بس هل انا فعلا عارف الخالق على حقيقته؟ تخايل انه احيانا بكثير اوقات نحن يعني نفكر ان الخالق بيسبب الاسة. او الخالق بيحطني بمشكلة لا يختبرني. اول شيء الخالق ابدا لا يسبب الاسة. دائما ماطي للسعادة. هو مزيل الاسة وماطي السعادة. والدليل انا دائما منحس انه بالمصيبي منلجأ للخالق. اذا لا لحظة بفكر انه الخالق ممكن يعطي الاسة. فليش بلجأ له؟ لانه بالاساس من جواتي في هذا النداء انه الخالق ابدا ما بيسبب الاسة. وهي اللازم اعرفه كمان انا انتمي للخالق والخالق ينتمي لي. هذا مش مجرد كلام مثل في ناس كثير. متكل على الله بشكل عام. كلام شيء والتطبيق شيء ثاني. اللي عنده ايمان حقيقي بالخالق لازم يعرفه بوضوح للخالق. وتتواصل معه صح. بصميه بالصلاة او بالذكره او اسموه يوغال هو تأمل. لازم يكون عندي تواصل صح مع الخالق. والتواصل الصح مع الخالق لازم اعرف حالي مين انا كروح اللي حكيتكن يا ابن شوي. جوهر ثميني جدا. وهذه الجوهر الثميني بطبيعتها الصافية الاصلية الخالق يجسدها بكامل الجمال. الخالق هو طبيعة الاصلية المثالية لجوهر الصافي. هو كيان مستقل واني كيان مستقل. انا انتمي له. خالق لما تنتمي للخالق تحط كل حياتك قدام الخالق. ما بده منك شيء الخالق. خالق موجود بس لا يفيدك. ولا بيهتز ولا بيتأثر. ايك لازم نفهم الخالق. او رب العالمين. مصدر المثالي او الروح الاسمر. او بدا استخدوه النور الاسمر. هو دائما مثالي. ابدا ما بيحيط الغبار مثلينا. دائما الماسي صافي. طيب عنا انه نحن دائما معطائي. تعرفش يعني معطاء? دائما بتدفق بكل شيء جميل. ولا شيء بيأثر فيني. معروف انه انت بس تعطي بتستشعر بالسعادة. لانك ممتلب. بس تحس بدك تاخذ. فقط سياتك احالك. هذا الكلام مو مجرد كلام. هذا اللي بيصير عند الواحد. هالكلام بيحكي بجزء تحكوه بسهولي. بس ايمان ايمان. لازم حس انه تتشرب المعلومة. مثلها يا ع سبيل المثال. وردي او غرسي او الى اخرة. بدأت تتشرب المي. او بدي اشرب من قنينة مي. بس مسكة. بدي تشرب مي. بس اني بين الزريعة او بين النبدي والمي. فاصلها عن بعضها. فاطة غلاف. ما عم بتتشرب. حالا عم بصير ما احنا ما عم بنتشرب الحالي. تخان مثلا على سبيل المثال اذا انت ماشي بالطريق وللحظة بدي يصير حادث. تحس دائما بتتفاجأ. ما فيش اسمه تتفاجأ. هذا المنطق ما فيش اسمه مفاجأة. اذا عم بركز على حالة صح وبكون مع الخالق صح ابدا. ولا باي حالة من جوا بحتس. خلق بطريقة من سمينه حالة خوف او ردة فعل. انا عم بحكي ما فيش اسمه معنى اللي عم بحكي عن ليش صار هيك. ما فيش اسمه ليش صار هيك. او يعني بش شكل عم تقول لماذا صار هيك. يعني لازم ما يصير هيك. ما فيهاي بالحياة. ليش يا الله خلقت. ليش عم بتحمل كثير. ليش كل المصايب بحسة بس علي. ما فيهاي بالحياة. يعني اول شغلة احنا ما منطالع حالنا. انه اني جوهرة ثميني ومميزي. اني لازم فيت حالي. لما طالع حالي بك الماسي. ما عم بعمل شي. اني ما عم بخلق شي جديد. هو اني هيك. يعني اني هيك. مش عم بدي حاول اعمل شي جديد. هو اني هيك. بس بدي ذكر حالي بانمي. كمان الخالق هو هيك. دائما كله حب ومعطاء. فأني لما اقول اني انتميله. وهو ينتميلي. شو معنى الخالق ينتميلي. الخالق دائما نور صافي. محيط لا محدود. بمعنى الروحاني. يعني كلمة محيط مو محيط مائي. محيط لا محدود من كل شيء جميل بدي اياه. بس دوري اني اتواصل ببصير تماعه لا تشرب. مثل الاب مع الابن. لما الابن بيحس دائما انه ابو قدر يوفر له كل شيء. هو دائما مبسوط. فكيف اذا الخالق عنده كل شيء جميل. وبعرف كل ما يكون معه راح يعطيني. فدائما لازم يكون ثابت ومبسوط وسعيد. لازم اعرف الخالق حقيقة. هو نور يشع دائما كله حب. لما وروحه بعمقه وعالم آخر. ما في عالم آخر بمعنى عالم آخر بس بمعنى الشعور حقيقي. لانا عبيش مع الخالق. هو بيذكرني بطبيعة الأصلية. اللي يعني دائما سلام وسعادي. دائما ممتلأ وقادر اعطي. لما نقعد بالتأمل. ثانية حقيقية بتعيشها مع حالك وبتواصل مع الخالق. ثانية واحدة. بحكيكم من تجارب. ثانية واحدة. تسوى اجمل ما فيه كل الدنيا. تخيل اجمل لحظة بحياتك انت عيشها بالدنيا. جماعة هيكي عدد للنهائي من السنوات لا تقارن بثانية واحدة بالساعات اللي بتستشعرها مع هاي الحالي. ولا يمكن تقدر تعبر عنها. فمع بالك إذا الثاني الوحدي تقارن بكل شيء انت عيشه فمع بالك إذا بتقعد مثلا ساعة. بمتي طويلة السنوات. فمع بالك إذا خلال يومي دائما مع الخالق. هو مو كان جسدي. لكن دائما حسب رفقتي. والأجمل بالمصيب مثلا. عارف انه الخالق معي. هو رح يشيل عني كل المصائب. كأنه لعبي المصيبي. هنقعد شوي بالتأمم. لك طالع حالي. مو محتاج لا تقطع نفسك. قعد مرتاح. خلق بقعدتك المرتاحة. خلق لو قل لك طالع حالك كألماسي. ما يجي واحد يقول والله قارن هم يحكي. لا شفت حالي. لا ألماسي ولا نجمي ولا شيء. هو بيصفي بس تركز على الفكرة شوي شوي بس يتركز على حالك. مع الوقت بصير تستشعر حالك انه انت هذا النور. انت ما رح تقدر تشوف حالك كروح. بالعين المادية لا ترى الروح. ولكن تستشعرها. والاستشعر مو بيصفي مجرد انه اي والله اني ممكن عم بيستشعر. كأنك عم بتعيشها بوضوح. وبصير التواصل مع الخالق. مو بس قاعد عم تذكر الخالق. بصير تواصل حقيقي. لكن بالبداية بياخذ منكن وقت. بس مع الوقت تعاف انك تمتواصل مع الخالق. بصير التواصل بوضوح تستشعر الذبدة بتحس انه عبيعطيك. بتحس عم يملأك. بوضوح ببين. ببين ان هو عم يريحني. عم بيغسلني. عم بشيل عني هالغبار. وما برصير ركز على الغبار. خلني طالح حالك كالماسي. تصير تحس حتى مثل المغناطيس. ساحبك. بس حالك مبسوط. بصير تغيش جوهرك الحقيقة اللي انت يمكن مخضينه. انه اساسي نقاء سلام سعادة. بصير يبين انك عم تجيش جوهرك. بينك عم تشوف هذا الحقيقة. جاهزين. ها سعادة. تخيلوا السعادة اللي انتو عايشينه. لو بتقولوا مثلا بسهر الطلاب بعض المرات. انه قد ايش عندك نسبي من هذول سلام السعادة. ببلش ما شاء الله عليهم يعطوا نسب عالي احيانا. خمسين وستين وسبعين. واني جزء كبير عندي بس بوحدة شوية. تخيل انت اجمل لحظة. اجمل شي انت عايشو. هل انت عايشو. هو عفكرة نسبي قليلة من الحقيقة. يعني واحد يقول اني خمسين بالمية سعيد مع الخالق. وغط خل خمسين وقول خمسة بالمية. فتخيل في خمسة وتسعين معنو اكثر بعد من هيك. يعني انت شايف حالك سعيد انه هاي قمة السعادة خمسين بالمية. هي عبارة عن نسبة خمسة بالمية فقط. من مية بالمية اللي انت بتقدر تغيشها. فهمعتوا قديش بعد بقدر عيش سعيد. واضح عليكم المعلومة. يعني السعادة اللي انت عم بتغيشها هي ولا شي من الحقيقة اللي انت لازم تكون عليها. اذا بدكم يعني ما بفضل حدا يسكر عيونه. بس بيرجعي لك. وابع في ده بدك تركز على النقطة اللي فوق مثلا. تركز على شي يعني كلي بهمني تركز هون. لانو انا هذا مو جسد. فاني هذا الجسد. ما معني روح. واي روح. جوهرة. مميزة. تتألق. بماذا تتألق. نعم. في النور. وغير النور. انتم ماخذين. صفاء. صفاء نور هاي كله احنا. بالقوة طبعا بالحقيقة. بشان هيك هون الفرق بين القوة الحقيقة اللي هو هذا حقيقة احترام ذات اللي هو طوابع وبين الغروح. بفرق كبير. مطالع حالي جوهرة مميزة عم ركز على حالي. آه مواني جوهرة مميزة وغيري خجر. لا لا هذا ابدا ما بيزبط. بس بلش ركز حالي يعني جوهرة مميزة بصير فوت بعمق حالي الحقيقي. خلاص. بعد بشوف غير الجمال. بالدنيا كلها. بالخالق. فيني. بالعالم. بس خلني بدأ طالع حالي جميل. اذا ما طالعت حالي جميل. وبحقيقتي. شو الفائدي. ما عم بشوف شي جميل. عتى الوردة بصير شوفها. نعم. دبلاني اقل شي. بصور شوفها شوكي كمان. هو هو اني بس شوف حالي صح. بصور شوف كل شي صح. نظرتي بتتغيض للصح. بشالي بسيطة. بس طالع حالي مين اني. وعارف الخالق حقيقة مين هو. وهو الدعم الواحد الي. وهذا الوقت مني. سلم كل حياتي للخالق ورح يعطيني كل شي جميل. بتذكر الخالق بحب مو بخوف. خالق بيحتضلنا بحب. محيط لا محدود من الحب. لان انت قديش بتحس انتك حب. حب العالم يمشي صح. هذا ولا شيء من موجود بالخالق. لان انت عايش نسبي قليلي من النسبي اللي هي بالمية بالمية. فالخالق دائما عايشه مية بالمية. فشوي الشي بصير تتقلق 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 زد نسبتك عاد عايش. اجلس مرتاحا تماما. واسحب تفكيري من العالم الخارجي. حتى هذا الجسد هو رداء خارجي. ألعب دوري من خلاله. حقيقة انا النور الصافي الروح. الكيان الازلي. هذا الجسد مؤقت. بينما حقيقتك روح. دائما الوجود. بوعي. وليس بعيني المادية. اركز وسط الجبين. ان ارى نفسي بجوهر الحقيقي. نور يشع وسط الجبين. مثل النجمة. شفاف لأبعد الحدود. صافي لأبعد الحدود. شفاف 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 لأبعد الحدود. أية أفكار أخرى تاتي. لا أكترت لها. أركز على جوهر الصافي. بأنني ألماسة. جوهر لا تقدر بثمن. أصلي نور متألق. كلما ركزت على هذه الفكرة. على حقيقتي. بأنني نور شفاف. صافي. كلما هدأت روحي. استشعرت السلام والسكينة. تشعرت السعادة. السلام ليس في الخارج. السلام بداخلي. وأشععه في كل مكان. كما أرى نفسي. في جوهر الصافي. أدرك تماماً. بأن الخالق. أعظم سلطة كونية. نور أبدي. صافي. يشع من البعيد. ويجذبني إليه. أرى نفسي هذا النور واستجبين. أحلق بعيداً. عن هذا العالم المادي. أسافر بوعي. حيث عالم النور. نور الخالق يشع في هذا العالم. أستشعر نوره كالمطر. بصفاءه. وجماله الفريد. يجذبني إلى أعماقه. كلما ركزت على ذاتي هذا النور. ورأيت الخالق بالحالة المثالية لجوهري. النور. كلما استشعرت السلام الحقيقي. الخالق محيط لا محدود من السلام والنقاء. أرى نفسي هذا النور. أغوص في هذا المحيط. محيط كله نور. ممتلئ بالحب. لا أكتبت لأي شيء. لا أخاف من شيء. فأنا مع الخالق. والخالق يملأني بالجمال. يُعيد إلي بريقي. روح صافية. أجسد السلام. مع هذا الصمت والسكينة. فقط أنا والخالق. نور مع النور. نور مع النور. كلما ركزت على ذلك. كلما ذهبت في أعماق محيطه اللامحدود. حيث كل الكنوز. حيث السلام. الحب الحقيقي والصافي دون شروط. ودون حدود. هذا جوهر الحقيقي روح محبة دائما. هذا التواصل مع الخالق. بدون صوت. بدون صوت. غير مرئي لعيني. ولكن أستشره بوعي. أنتمي إليه. وينتمي إليه. أستشعر النشوة. نشوة اللقاء مع الخالق. كلما ذهبت في أعماق استشعرت جماله الصافي. وأيضا استشعرت جمالي الحقيقي روحا مبتهجة دائما. روحا ممتلئة بكل القوى. طبيعة الأصلية والأزلية. الآن استشعرها. روح حرة من القيود. دون أعباء. دون قلق أو خوف. روح تعيش السلام والسعادة. أوم شانتي. أوم شانتي تاني. أنا الروح المجسدة للسلام. أحافظ على هذا الجوهر. لأنني ألماسها. أقود هذا الجسد. قالوا. تركزوا عليه. كلما تشتغلوا على نفس الكلام. كلما هالكلام اللي حكيته بتعشوه بجوهر الصح. يعني مش بس بنفس المجرد الكلام. بتعيشه حقيقة. إسقاطا على الواقع يعني. كما تاكل قطعة حلو. بتحط لها شوية سكر. بتبين طعمة السكر فيها. فنفس الشيء. كلما بكون بتواصل مع الخالق. باستشعر حلاوة هذا الشيء اللي عمي الحقيقة. فهذا اثنين. إيمان بحالي وإيمان بالخالق. فهلق ممكن يجيكم كثير أفكار. لا تشغلوا بالك. ما على الواقع بصير اللي عم بحكيه بتركز عليه. وبعد بتفوت بالعمق أكثر. طبعا اللي عم بتحكوه. أنا بقدر عيشه مثلا ساعة ساعتين ثلاثة طبعا. كما تغوص بعمق المحيط. شو بصير بصير في الساكينة أكثر. بصير تستشعر عمق الخالق. ساعت الخالق قاعد يوريك قاعد الروائع. أنا مو بس أني بنتميله. هو ينتميله. هو رح يسحبني كمان. هو رح يسحبني يعني. هو رح يساعدني. بس بس يجهد مني. هو بس مجرد أنه مثل الإبراء. لما تكون عليها صداء. ما بتنسحب للمغناطيس. لما ينشالها الصداء بصير تنسحب. هو كل المطلوب مني. بس بلش ركزها هذه. وابني علاقة حب مع الخالق صح. يبلش عادي يوريني الروائع. بأي فكر حتى كنت تفكر فيه. لقي بعض أعمق بكثير من هيك. وأجمل بكثير من هيك. فهذا أواش إيمان بحالي. فإيمان بالخالق. لا في إيمان بالحياة. بالدراما. لازم أعرف أن الحياة دقيقة مية بالمية. أي شي بيصير بالحياة. ما فيش اسمه لماذا وماذا. كله مفيد. وجميل. مثل ما تشوف لعبي. شو بتشوف اللعبي. خاصة طمع بقول هذه الدرجة. هناك ناس بتحضر ألعاب تبقى شوي. تلقى رجوحة بتاخذ كثير لفوق. هناك ناس بتخاف يعني. لكن رغم أنه يجب أن يخاف. هو لا يستمتع. ولا يخاف ولا شي. يلعب بألعاب صعبة. لكنه بالأساس لا يستمتع. لا يخاف. مبسوط. فنفس الشي لازم تشوفوا الحياة اللعبي. أي شي بالحياة مثل مشهد بالمسرحي. هو دقيق. وهذا الكلام اللعن بيحكيه. هو بس. هي دراما. كله مقدر. هذا لازم تشربوا. هو هيك. دائماً أي شي بيصير بالحياة. أنا ما أقول إن عندكم مشاكل. وأن جاء لا تستفيد. أي شي بالحياة مفيد. أصعب لحظة بحياتك. لازم تعف إنه كان في من وراها فائدي. مش لعله مفيد. مئة بالمئة مفيد. طبعاً ما تتوقعوا وتتذكروا ليسا المشاكل. لا تشتبوا ليها كل هاي. مئة بالمئة مفيد. فأول شغلة الدراما دقيقة. ولازم يكون عند إيمان فيها. استوعب إنه الحياة ماشي. بس أنا شطارتي إن شلون عيش صح مها وافهمها صح. لما طالع حال مين أني كروح وافهم الخالق صح. وافهم إنه هاي الحياة هي بأسوأ اللحظات. إنه هو هذا الغبار. كله أنا معبّى بغبار. وهذا الوقت تحرر من هذا الغبار. وبصير ألماس. وبصير كل الأمور صح. بصفي بدل ما ركز على الغبار. شو بصير ركز؟ على الألماس. هذا المطلوب مني. فدائماً لازم طالع بهي الحالة. إنه طالع إنه كله جميل. كله دقيق ومفيد. الإيمان الرابع. وبعد بالإيمان الثالث كما أريد أن أتحدث عن الرابع. الإيمان الرابع يجب أن يكون لدي إيمان بهذا التجمع الرحاني بالناس. يسميه عائلي. نحن كلنا عائلي وحدي. كلنا أخو وخوات. وكل واحد. مثل ما أنا جوهرة مميزة. كل واحد آخر جوهرة مميزة. لا تطالع حدا بشكله الخارجي. ولا تطالع حدا بأخطائه. كل واحد من جوه جوهرة مميزة. ومشان كمان يعني أن تريح عصابك على الآخر. لا تفكر في اثنين بالعالم بيشبهوا بعض. فلما تفكر أنه لازم واحد الثاني يكون شبهك. هذا أبداً مموجود بالخياة. لازم يكون في اختلاف بطبيعة واحد عن واحد. الله ما حكيك يا مشان جسده بالخياة. ولازم يكون في تنوع. ما في روحين بيشبهوا بعض. مشانك ولا يمكن جسدين يشبهوا بعض مية بالمية. لأنني شو أنا الروح هيك حياتي. مشانك شغلة على الروح على الجوهر. ما في اثنين بيشبهوا بعض. مشانك لازم يتعامل مع العالم. بقلب كبير. من أساسي كل حب. كيف نرجع للنقطة الأولى. ونتمي للخالق اللي كله حب. وكل لحظة لازم يكون سعيد. قال نشوف دائما نجامات. بيش واحد منكم هيك بيقطع شي كارب. بدروح شوف غابي من الأشواك. وبيستنطر على دور كمان. أما إذا بتشوف شيء جميل. بعض المرة بتبذل جهد لتشوفه. كلها بسيطة. خلني طالع لأن كل واحد روح مميزي. قلوا أحنا ملعب دوره بالخيات. وحتى لو بشوفه نعم يعملوا أخطاء. خلني شوفه إنه جميل جدا من جوه. أول شيء لازم يكون عندي قلب كبير. أول شيء لازم يكون عندي تواضع. تعالوا شو يعني تواضع؟ ما حاول غير الآخرين. بعض المرات حتى إذا بدي أعطي ملاحظة. لازم تعطيها بطريقة مش كأنه أنا حكيت كأنه المقابيلي بدي يسمع. وهي أحد المشاكل اللي بتصير بالحياة. هاي اللي بيطير السعادة منك يعني. إنه أنا حكيت هيك معناته لازم كأنه يسمعني وينفذ. وهذا هو أحد أمور الغرور. إنه أنا حكيت كلامي لازم ينسمع. فإذا صار عندي غرور معناته شو؟ طارت الألماسي وشو ظل؟ غبرة. أوطال الأصل طبعي وصار في زيف. طارت الحقيقة تماما. طارت السعادة خالص معت في سعادة. هاي اللي عم أعطيكم شو معناته السعادة. حكيت معلومة ما تطبقها. بشغلي بحياتي بأي شيء. أنا قلت لك تعمل هيك. ليش ما عملت هيك؟ قلص ما في سعادة. موقف صار قدامي غلط. أنا من جوة دائما لازم سعيد. هو دقيق بالحياة. حتى لو واحد غلط دقيق بالحياة. شانا نجد كن ثلاثة وأربع. إمان بحالة وإمان مع العالي. حتى بذاتي. حتى إمان بالغاق. أي موقف صار بالحياة هو دقيق بالحياة. مثل اللق في درس بعديكم مثلا. ما فيش اسمه ليش. خلص هو صار. على أرض الواقع صار. بدي تعامل معه. إذا ما صار كيف بدي حل مشكلة إذا بدي تصير. لازم تعفوا أي مشكلة بتجيكم بالحياة. شو قلنا كله مفيد. بدل ما فوت شو اللي صار وليش صار هيك. مثلا بصير حادث. شو اللي صار وكيف لا صار الحادث. والناس عم بتموت إلا الشي. بدل ما فكر هيك. خلنا وجد الحل. بعدين فكر بعدين. إن شلو نعالج المرة اللي تجاي الموقف. مشا ما يتكرر نفس الحادث. طبع ما بحكيكم عن الموضوع وفاة. علقوا أي موضوع بالحياة. بتفوت بالأسباب بدل ما تصير مجسد الحلول. وبيبقى الموضوع الصغير. وبعض المرات يقع ما في موضوع. بتخلقوا بحالك. بفكرك باتجاه الناس. أو باتجاه الشغل. أو باتجاه صحتك. وبيبقى موقف صغير صغير. وبيصير موقف شو؟ كبير. بالدرجة يمكن تجيك الجلطة على أرض الواقع يعني. طالع بالموقف. خالق أنت وهم من عندك. أو موقف صغير وبسيط. جاوب ابنك على السؤال وطلع غلط. ما جاء بالعلامي الكاملي. نازع كنسته شوي. عملت فيلم. يمكن البيت كله ينتزع على فكرة. مشان شوف ابني نازع خميصه شوي. لأنك بدك كل شي يمسي حسب ما أنت مفكر. رح يمشي كل شي حسب ما أنت مفكر. إذا أنت كنت في جوارك الأصلي. بصير كله حلو. نعم. بس أني طالع بشكل الأصلي. وطالع أي موقف جميل. وكل شي مفيد. وأعرف أن هذا الموقف اللي عم بصير قدامي. يعني إذا إجا واحد ليأذيني. أنا أحطيك معلومي. لا يمكن حد يقدر يأذيك إذا بتطالع جوهرك الأصلي. وبتكون بذكر الخالق يقدر حد يأذيك. خلي إلى بكرة الصبح يطلوا يصيح. ليش لا أهتز؟ إذا واحد أسأل يبي كلمي. ليش لا أهتز؟ أه؟ إذا أعطناكم شوكي. يمكن سمعيني كثير من هالكلام. إذا أعطناكم شوكي. خضر. مين منكم بيأخذها؟ أه؟ ليس فقط ما تأخذوها. يمكن الضغر يطلعون من الباب. ماذا يعطينا شوكي؟ إذا أعطيك كلام سيئ. هو مثله مثل الشوكي. شي مو حلو. لماذا لا تستقبله؟ وتنفعل من جوه. وبدأ يرد عليه. أنا فلان ابن فلان. هذا ما؟ هذا ما اسمه احترام الذات. هذا اسمه الغبر على الهو الغرور. يعني هيك بكون بوعي جسدي. ليس بوعي روحاني. لأنا الغرور. أنا نية. الغرور بيضرب الوعي جسدي. بالطريق تبعناها بالروحاني. كثير شفاف موضوع التواضع. وهذه النقطة لازم أعملها. لأن لما بعطي شغل لواحد ثاني. في شخص ثاني عم بيقوم فيه. وأني منفصل على النصف. يعني يعني دوري مثلا بدير شغل. عطيته لواحد ينافذه. فأني منفصل. أنا كيان هو كيان. وهذا اللي بيصير بيننا وبين حالا. أنه أنا روح كيان منفصل. وجسدي هو أداة عم بيعبر. وين الحب موجود؟ بالروح. بس بيستشعر أنه قلبي عم يدفق. ولا هذا مو قلب. هي عضلة. القلب موجود بالروح. كل شيء موجود بالروح. فأي نفس الشيء. لما صير حس أنه وعي جسدي. أنا فلان ابن فلان. هذا كله وعي جسدي. يعني مو فاصل حالي من الجسد. حتى لما أقوم بأي عمل بحياتي. لازم معتبر حالي كأروح وعمل عب دوري من الجسد. لازم تعرف أنه أي شخص عم بيجي قدامك. يسبب لك لبس بحياتك. وحيبقى حسابي كبير. لازم تعرف أنه عم بيعاني من الوعي الجسدي. دورك إنت. ماش تصير بوعي الجسدي مثله. دورك إنت الطلاح لك بجوهرك الصح. إنني سياسي سلام وحب ومعطاء. هو عم بيعاني دوري أنا أعطيه. مو شرط أعطيه مادي. بجوز بفكري أعطيه. فمش ناك إذا واحد مقابيلي معصر. فأنا بيحكي بصوت عالي. إذا ردت بصوت عالي. على المستشفى يمكن اثنين. واضح شي أنا على المستشفى. يعني درجة كبيرة. على القليل ممكن أن ينفعل. الضايق. قال لي هو يحكي لبكرة الصبح. بمعنى مثل ما بتقوله. إذا أنا بظلني هادي. ومو بس هادي وعن بنفعل من جوا. أو. يعني مربى أني ما رد عليك. هذا مو صح. نحنا كنا ممكن فكري قبل صح. أنه أنا مربى أن يقول لك شكرا. هذا كمان مو صح. الصح. أنه أنا ظلني محافظ على جمالي. وحتى لو قدامي طالعه كألماسي. جوهر جميلي. وبالعكس. قلبي لازم يتدفق بالرحمة لأنه عم يعاني. واحد. اثنين هو عم يتصرف هذا التصرف لأني استفيد كمان. فمثل ما عم يستفيد من الحالة عم يعطيني إياه. لازم أني كمان فيده وتمناله الخير. كأنه عم يعطيني مثل امتحان قدامي. قد يش أني قادر أكون ثابت. كيف الفرق؟ لازم حول السلبي إلى إيجابي. مو طالع السلبي كسلبي. فمشنيك أني بس حافظ على هدوءه ونفسه سيهدى. وبعد بتصل لمرحلة تشتغلها حالك صحب الصفي مثل الخالق. دائما عنده حالي أنه دائما ولا حدا بيأثر عليه نور شفاف. حتى أنا كنور. بخلق فضاء حواليه فبتحس وينما تتحرك لازم المشكلة تبعد عنك. هذا اللي بيصير مع الوقت. لأنه كل المشاكل هي حسابات عندي. كل ما يكون مع الخالق بتحرر من هاي الحسابات. يعني بتحرر من هاي الغطاء الخارج اللي هو السيف. وبصير هاي الجوهر الصافي الألماسي. عشانك لما يقوم بأي شغل لطالة تحت دائما بس تطير فوق. بتشوف كل شي صغير تحت. مش إنك لطة على ليش هذا عمل هيك وليش ساوي هيك وليش هذا عم يصير هيك. لا لا خلني فوق وطالة كله جميل ومفيد. بضلك بحالة طيارة يعني دائما بتصفي بصيرتك مع الخالق. مع الألماسي الصافي أو مع النقاء أو مع السلام أو مع السعادة. بدل ما طالة تحت. وممكن بحياتك تقول كله حلو. بس لو هالشخص مش موجود بمكتبي. بالعكس ما أجمل وجود هذا الشخص لأنه هو هذا الدور اللي عم يلعب لي فيه. هيك لأنه كله مفيد عم يسكر لك حساب. نحن كل خطأ عم بيجي قدامنا نحن مسؤولين عنه. فهذا عم بيجي ليسكر لحساب. كأنه لازم تذكر الخالق. ما كله مصيبي. ما شاء الله أنا شاطرين. ما بتذكر الخالق. طبعا بعف أنه بتذكر الخالق. بس لما تجي المشكلة وينك يا رب العالمي. فكل موقف بيجي من الشخص أي موقف غلط. لازم كأنه عم بذكرني بحالي ويذكرني بالخالق. هيك لازم دائما نطالع. كأنه عم بتذكر وين ميستي أو وين قوتي لقوة التحمل. إنه وين أعطيه. اتقبل كل واحد. واتقبل يكون عندي صدر. هاي أحد أمور السعادة. إذا ما عندي تقبل الآخرين طارت السعادة. ما عندي قوة التحمل. إذا ما عندي استعاب لكل واحدة ملعب دوره بالحياة. ويكون عندي مرونة بالتعامل طارت السعادة. شو علامتك بالأخير بالسعادة إذا هذا ولا هذا عندي؟ بتطلع النتيجة صفر. أقل من خمسة. وبالأخير مين أساس السعادة؟ أنا. أسخنعك بلش حالي. ليس شغلتي طالع الآخرين. شغلتي طالع حالي. بدي طالع الآخرين؟ طالع هنا إنني أرواح مميزة. لأنني بس طالعنا أرواح مميزة مين المستفيد؟ قال له أنا. أرواح مميزة مين المتضرر؟ قال له أنا. هذا الكلام لو عم بيحكي يكون يا هذا بدو تتشربوه. إي إي إي. أنا بعف إن لازم طالع الشخص الثاني جوهم. بس من جوه الفكر الثاني قاد عم يطحن فيني. ما بينفع. لأنك ما عم بتطالع حالك صح. ما عم بتمارسها وما عم بتطالع الخالق صح. ما عم بتقعد بتواصل مع الخالق. فمشان هيك بيصفي دائما بتظلك شو؟ لو بدك بهاي اللحظة تشوف حالك كالماسي. صعب لأنه أنت معبّى بهالصدق. بعض وبعض الصدق موجود. فبتصير عادة تبلش تبذل الجهد. بس وين بك تبذل الجهد؟ بنص المصيبي ما بينفع. لازم عطول كنا عايش هاي الحالي. ساعة أي موقف تصير معي تلقى أي أنا بعيد عني. مش في محتاج تذكر حال ما يروحه والإقبال يروح. مثل اللق إسا نجرب. تجرب هيك طالح حالك ألماسي بدون ما تطالعوا لحواليكم. هم بدون ما تطالع هيك. بس أنت قاعدة هيك طالع عني ألماسي الصافلي. وكل واحد هون ألماسي فريدي من نوعه. ووجوده جميل بالحياة. شوفوا كيف يفرق معكم. هلو؟ هذول إيماني بأربعة. حتنا لحطيكم موضوع بصل. أنا في شغلي ما بحبها. قلق ما تعملوها. ما بحب مثلا إذا واحد قاعد بيتأمل. واحد مثلا يحرك كثير. أنا ممكن ما تعرف الشخص الثاني شو عم بيعاني. لما تزرع فكرة بالعكس. أنا دوري. اتعاون مع الآخرين. هو لو ما تعبان ما بيعمله. خاصة ذا بعيش بعد الطريق. يعني واحد عيش الطريق وشايفه بتعبان معناته. خلقه كيهو يمكن مو بجهداته يقدر عيش الطريق بقوده. لما يجي طالع بالعكس. خلي عندي شعور رحمي باتجاهه. لأنني مجيوها كل حب. فطالباني كل حب لازم طالع برحمي. حتى بنفسك ما عد بتركز على الموقف. إنه هذا الشيء ما عاجبني. وبتنساه وما عد بتتأثر فيه. بس مجرد هي عبارة عن عملية. أنا طالع بالشكل الجميل. خلني فوت بعمقي. ما طالع بالخارج. نعم؟ أعطيه؟ طبعا مش بس عذر. يعني خلني أنا بالضبط كأنه عم برر لكل شيء. يلا رح نقعد دقيقتين حتى هاي. أحد للأشخاص قواية بالطريق. قواية يعني شخصية. هيواصل لمرحلة يعني معادية. فتقولون هاي السعلي لا بتشغلوا بالكم فيها. هاي صديقتي. أنا بحكيكم عن شخصية معروفة يعني. اللي السافر بيسمع فيها اسم دادي جانكي يعني. فصار مرة بالتأمل. قاعدين هون. قاعدين هون. فيش اسم هيك من طالة بعضنا كأرواح. تخيلوا أني مثلا ما بحب الحرك. إذا ما بحب الحركة يعني. إنه خلص بتأثر. واحد عم يسهل مثلا قدامك. أو عم يحرك. بس أنا ممتأثر. تعرفوا ليش؟ لأن هون أنت صافي. هذا اللي أنا عبركز عليه. بس يكون هذا صافي. فبشوف. فإذا أنت قاعد ساكد. وهو قاعد بجنبك. آه. بديك أني قاعد ساكد معاته مرتاح. لا. بس أنت مو مرتاح من هون. أنا شايفك مو مرتاح. ما بطالعك بالجوهر والجوال. ما بطالع طالع أخطائك. بس قصدي بيستشعر بألمك. فالدوري عاد أعطيك. عم. ومو أنا اللي عم بعطيك. مين العاطي؟ هو الخالق. بس أنت مجرد مثل القناة. تكون معه وتشعر أنه عم يتدفق ويعطي. نقطة خمس دقائق تأم. وهيك بهدور. شو المطلوب مني؟ طالع حالي أني ألماسي. الخالق معي دعمي. طالع كل شي حلو بالحياة. كل هالناس حوالي ألماسي. حتى الشخص. دعني أجرب بحياتي. أكثر شخص بيعتبره صعب بحياتي. دعني أعتبره أنه ألماسي رائع. وجوده بحياتي ألماسي رائع. لا تجرب تخلي الفكر الثاني يجي. لا لا مستحيل يكون رائع. هو كثير من ذي. أبدا. لا هو رائع. لأنه بالأساس هيك. وكل ما تقول. بدك تعمل حالك أنه أنا نضيف ومو نضيف. كل ما عم بتصرع الفكرة أنه مو رائع. قل لا أنا عندي غرور. وأني مش عم طالع صح. ومش عم طالع حالي صح. مشان تتغلب على هذا اللي عم يسحبك للواعي الجاسد. لا هو رائع. وإذا أنا مصر طالع مو رائع. أنا الغلط فيه. معدته هو الرائع وأني مو رائع. يعني هو ألماسي وأني حاجة. بس لاتتعملوا هيك يعني. بس قصدي إذا أصريت على الفكرة ما تطالع حالك حاجة. بس إذا أصريت على هاي الحالي لاتطالع حالك. نقعد بس خمس دقائق لأنه في درس بعضينا. بالأخير ما في نقول غير دراما وكله دقيق. نعم؟ ما تقبل بعد الدرس. هاي الأخت موجودة. بس خمس دقائق ورح نطلع. اللي عنده درس رح يظل. اللي ما عنده درس رح خاول. هيك يطالع حالك الماسي ويظل ماشي. وما تعملوا مسبح حتى المسارك بره لأنه مشان ما يصير في صوت. معنى أنا ما أحبه كذلك. بس لأنه عندهم درس. وهي أحد الأسباب. ليش أنا مثلا بدعمل في فوضى. لا بتعرف شو عام الفوضى لغيرك. دعم تفكر حالك صح. بس تمعرف قد يش عامل أخطاء. لا تفكر قد يش عامل أخطاء. خلاص رميهم بالمحيط عند الخالق. علاق دور عيش الجمال. بده شوي جهد بس بيصير. ما رح أحكي ولا كلمة بس طالح عليك صافي. الناس حواليه كلهم ألمسات أحجار كريمي. يعني قزي بجوهر الصافي. كله حلو. كل واحد حلو. مكان حلو طبعا طبعا. مكان مميز هذا. وبعد بالتواصل مع الخالق مميز. خاليك نور هيك عم يشعر كله عم يتقلق. شبيب بهذا. طبعا لكن لا يشبه الخالق بشيء بس هيك قصد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر